سأبدأ الدردش اليوم بسؤال للزملاء والسؤال نفسي كم حالة ميزوثيليومة خبيثة شفتوها بحياتكم العملية؟ الكلام غير موجهة لأطباء صدرية وأطباء جراحة الصدر موجهة لكل الأطباء وزملاء طلاب الطب كم حالة ميزوثيليومة شفتوها بحياتكم؟ أنا عن نفسي بجاوب أنا صلي بشتغل من تخرج 18 سنة ما شفتها أبداً خلال الدراسات العليا خلال تخصص الدراسات العليا واشتغلت عشر سنين عناية مركزة جزء منيح منهم بمركز أورام ما شفت ولا مرة حالة ميزوثيليومة خبيثة لو حدا فيكم شاف ميزوثيليومة خبيثة وما هو جراح صدر وما هو طبيب صدرية فهو من ذوي العمر الطويل كما يقولون بالمقابل مين منكم والكلام مرة ثانية ما موجه لأطباء الصدر ولا موجه لأطباء جراحة صدرية ما شاف بحياته حالة سرطان رئى ما شاف بحياته حالة سرطان رئى على الأقل فهذا بحياته ما نزل على المشافي لما كان طالب طب أو بالتخصص السؤال هذا رح يقودني للموضوع اللي حكي فيه أنه نحن عم نحكي عن ميزوثيليومة الخبيثة مثل ما بتعرفوا أو ما بتسمعوا أنه في ربط بين الميزوثيليومة الخبيثة وبين التعرض للأسفستوس لو جينا بنا نحكي بنفس المنطق أنه كيف نقدر نثبت أنا طبيب بعياتي هلأ عم يجيني حالات من ميزوثيليومة الخبيثة أكثر من متواتر خينوا أنا طبيب صدرية فبتحولوا لعندي أكثر من المتواتر وعم نسمع من هدول المرضى أنه هن كانوا يشتغلوا مع الأسفستوس وبالتالي في نظرية بتقول أن الأسفستوس التعرض للأسفستوس يؤدي للأسفستوس التي هي الميزوثيليومة الخبيثة كيف تيثبت هذا الكلام؟ فيني أني أنا أجي أعمل الدراسة أني بجيب مجموعة مرضى موجودين بمنطقة فيها أسفستوس متعرضين لهذا الموضوع وبدرسهم أو بتابعوهم على مدى سنوات محددة وبعدين شوف الأسفستوس مثل ما حكينا بسرطان الريعة قد تظنون الفكرة مجنونة بس حقيقة في ناس عملوها في منطقة بتركية فيها مجموعة قرى معرضين كلهم للأسفستوس بسبب ما مبارشوا هي التفاصيل تابعوهم على مدى عشر سنوات من عام 1990 للألفين عشر سنوات بالأخير شخص معوهم 24 مريض بالميزوثيليوم الخبيثة فبالتالي هذا المرض نادر ما بيصلح هذا التصميم لحتى نقدر أنا أخذ نتائج يعني 24 مريض ما حقدر أنا أبني عليهم أعمل تحليل لإلهن وأخذ إحصاء قوي منهم بالمقابل طيب التصميم الثاني اللي بيخطر على بالكم اللي حكينا المرة الماضية هو الريتروسبيكتف كوهورت الصديق في دراستين ريتروسبيكتف كوهورت معمودين على هذول المرضى على فكرة واحدة منهم إيطالية نعملت على عمال بمصنع إيطالي المصنع نسيجي أظن وكان يتعامل مع الأسبيستوز فتابعوا الاستجلات طبعا بطريقة الريتروسبيكتف طريقة استرجاعية من عام 1950 تقريبا لل1985 حوالي 35 سنة من المتابعة الاستجلات وبالأخير نشروا طبعا الدراسة عملت بالألفين تقريبا أو متأخرة فرجعوا للسجلات 35 سنة لحتى شافوا هذول المتعرضين كم من اللي صار عندهم بالأخير ميزة اليوم الخبيثة أو لا في دراسة أسترالية كمان نفس الشي صارت بنفس الطريقة عملت بها الطريقة نفسها حوالي 30 أو 35 سنة من متابعة السجلات أو مراجعة السجلات اللي بدي وصله ويقوله أن الأمراض النادرة لا يصلح تصميم الدراسات اللي هي الـ سواء الريتروسبيكتف أو البرسبيكتف لإلها التصميم أفضل منهم هو يعطي جواب أكيد ليس أداق بس أكثر عملية اللي هو كيس كونترول أنا بانطلق لماذا حتى أستنى المتعرضين وستنىهم بعد 20 سنة أو 30 سنة ويأدو بيطلع معي مريضين 13 مثلا أنا بيجعل عيادة الأمراض الصدرية وبأخذ مرضى المرضى اللي هنن عندهم سرطان اتشخصتهم ميزة اليوم خبيثة وبشوف شو عندهم أمراض من قبل شو كان متعرضين من قبل عفوا منكم شو هو التعرض السابق هل كان هن متعرضين لعوامل بتسبب هذا السرطان مثلا التدخين مثلا الأسبستوس مثلا بحط مجموعة عوامل وبقعد بسأل المرضى عليهم بأخذ مجموعة تانية هي مجموعة الشاهد اللي هي كونترول وبسألهم عن نفس العوامل اللي يتعرضو لها بالماضي وبقارن التعرض بين المجموعتين فبلاقي انه مجموعة الميزة اليوم الخبيثة كان نسبة التعرض أعلى للأسبستوس وبالتالي فهنن هذا هو اللي بيثبت لي انه احتمال يكون تعرض الأسبستوس أعلى بمرضى الميزة اليوم الخبيثة وبالتالي فيه association ما فيه causation ما بقدر من خلال هذا التصميم اني اثبت علاقة سببية ما فيني اثبت بهذا التصميم موجود علاقة ترابطية ما بين التعرض للأسبستوس بالماضي وتطور الميزة اليوم الخبيثة هذا هو تصميم نستعامله لما يكون في عندي مرض نادر صعب اني أنا تابع المرضى على مدى طويل أو تابع المتعرضين خليني قولي العامل المفترض على مدى طويل وبالاخير ما هيطلع معي العدد الكافي من المرضى بنتقل هون أنا بعكس اللي شفناه بالرتروسبيكتف السادي اللي هي الرتروسبيكتف كوهورت أنا هون بنطلق من الش من الاوتكم وبرجع برجوع على الاكسبوجر بشوف اني بحاول اربط الاوتكم على الاكسبوجر أنا ببدأ من المريض وبشوف شو متعرض من السابق احد مشاكل هاي دراسة انه هي ما هي بهذه القوة بس احيانا هي افضل ما يمكن توافره ورخيصة ما هي مكلفة هي سامح ذلك الدراسات يعني انا ما معقول ادرس مرضى على عشر سنوات وتتابعهون اعملهم ماتشينج مو بها السهولة مقابل هاي الدراسة اللي هي انا باخد المرضى وبرجع على استجلاتهم بسألهم بعمل استبيان طبعا لازم يكون فيه كنترول حتى اقدر اعمل تحليل النتائج واقدر قارن بين المرضى وغير المرضى او المرضى اللي معهم عفوا ميزة اليومة ما معهم ميزة اليومة وقارن انه التعرض السابق وبالتالي فيه كنترول فيه كيس هون مشكلة هاي من هذا النمط من الدراسات مثل ما ان الاحصاء تبعها طعيف قياسا بغيرها الشغل الثاني بتخطع او بتتعرض لنوع من البياس او انحياز اسمه الريكول بايس الانحياز الاسترجاعي خليني اقول ترجمته وانحياز الذاكرة مثلا اللي بيكون عنده مرض اللي يشخص عنده السرطان بيكون ذاكرته اقوى بانه يتذكر شو صار ما هو احداث في الماضي وبالتالي بيقعد يتذكر لك انه دخن سيجارة وثنتين وعشرة وارقل باليوم الفلاني بالمقابل الصحيح المعافى بينسى اللي ما هو مريض ما بيتذكر اللي ما عنده مرض تسأله على الماضي بجوز ينسى يكون بيدخن بالماضي ونسي مثلا او انه تعرض لشيء الفلاني ونسيان فما هو بها السهولة بيتذكر متل ما هو اللي بيكون عنده مرض بيكون عند الريكول بايس فهذا الشيء ممكن يؤدي الاستنتاجات خاطئة ممكن يؤدينا لانه نحن فعلا نربط بامور موجودة بين الطرفين بس واحد تذكرها والتاني ما تذكرها هذا هو الكيس كنترول حقيقة بضيف نقطة هامة في دراسة شهيرة كيس كنترول هي بدأت نشرت عام 1950 درستها مبارح صراحة او قراءتها مبارح وفعلا جميلة ونصحكم ترجعوا لها دراسة اللي اثبتت علاقة السلاطان مع التدخين السلاطان رئة مع التدخين السلاطان رئة مع التدخين بالبداية اثبت من خلال كيس كنترول الصدي بعدين اثبتوا بدراسات اقوى منه مثل ما حكينا لكم بالدراسات الماضية دراسة موجودة 1950 منشورة بمجلة البرتش ميديكال جورنل جميلة صراحة جدا الاسلوب اللي فيها علمي جدا 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 احد العبارات اللي لققت عليه فعلا اكبرتها بالباحثين انه يقولوا انه نحن ما منقول في سببية وانما منقول في ترافق يعني كلام بخاخر الدراسة انه في ترافق بين التعرض للتدخين وبين تطور سلطان الرئة وحتى حاولوا انه افترضوا العكس قالوا انه قد يكون حدوث السلطان هو اللي عم يتسبب بالتدخين تخيلوا الحيادية عندهم طبعا نفوا هاي الفرضية بس حاولوا وعطوا كل الاحتمالات انه حتى الترابط العكسي حطوا انه مرضى اللي عندهم سلطان بيصيروا ويدخنوا اكتر تخيلوا على الحيادية هاي بينما يعني يؤسفني انا صراحة في احد الزملاء بيجي بيجي لك بالرتروسبكتف الصادية ضعيفة تصميمة عدر المرضى مو كبير وبالاخر بيقول لك الشيء مثلا التناول التعرض للشيء الفلاني بيساوي المرض الفلاني بيعطيك فرضية فيزيولوجية ما درسوها اصلا لدراسة الواحدة ما بيكون دقيق بيحكي كلام العلم انا هي الرسالة اللي بدي وصلها وان شاء الله منكمل بنوع ثاني او ثالث اذا انخلصنا نحن الدراسات في نوع واحد ربما ما احكي المرة الجانية ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة